ومازلنا نتابع فاعليات المشاركة باحتفالات الثلاثين من يونيو من قبل المراكز التجارية والمطاعم المختلفة ضمن مبادرات كلنا واحد ونتحاول الآن إلى زميل كريم بيبرس من الساحل الشمالي مباشرة كريم أرحب بك وصف لنا الأجواء لديك تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو هذه الذكرى التي أطلقت للشعب المصري الحرية والعنان في التحرق بحرية والتحرق والحفاظ على الهوية المصرية هذه الذكرى أيضا لم تكن مجرد ثورة أو مجرد حركة للحصول على الحريات أو مجرد حركة للوصول لبعض المطالب العديلا بل هي حركة التي عادت للشعب المصري كرمته وجزء من هذه الكرامة هي فكرة الحصول على الحقوق والوجبات بالتساوي في ذكرى ثلاثين من يونيو عام 2018 أطلقت وزارة الداخلية هذه المبادرة التي تهتم بالوصول للشعب المصري مباشرة مبادرة كلنا واحد هذه المبادرة التي تتعامل مع جميع المحال التجارية المشاريع المختلفة محلات المطاعم محلات الحلويات كل ما هو يمس المواطن بشكل أساسي من سلع استراتيجية أساسية داخل هذه المبادرة تخفضات تصل تبدأ من عشرين بالمائة وتصل إلى ثلاثين بالمائة في جميع محافظات مصر أنا الآن في منطقة الساحل الشمالي ومن خلف أحد المطاعم هذا المطاعم من أشهر المطاعم المتوجدة بالفعل داخل مبادرة كلنا واحد الذي يقدم تخفضات من عشرين بالمائة وتصل إلى ثلاثين بالمائة بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو ولكن ليس هذا المطاعم فقط بلو جزء كبير بلو جزء صغير من مجمع كبير من المطاعم والمحلات التجارية وأيضا بعض محلات تجارة الجملة وبعض السلع الرئيسية أيضا بجانب هذا المطاعم يقدم أيضا تخفضات تبدأ من عشرين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة يعني ربما هذه المبادرة تتحرك ليس فقط في المولات والمحلات التجارية ولكن أيضا بعض السيارات المتنقلة التي تتحرك في المحافظات تتحرك في المدن تتحرك في القرى لتقدم هذه السلع للمواطنين خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم ولها تأثير مباشر بالطبع على الدولة المصرية هذه المبادرة كانت متواجدة دائما للتخفيف عن كهل المواطن المصري بتوافق بين وزارة الداخلية وأيضا انتفاقات بين عدد كبير من المطاعم والمحلة التجارية لتخفض الأسعار ليستطيع المواطن المصري أن يصل إلى جميع احتياجاته من خلف أحد المطاعم الهامة في الساحل الشمالي ومن أشهرها في حقيقة الأمر هناك إقبال بدأ بالفعل منذ قليل يعني يمكن أن نحدد مدى الإقبال الآن خصوصا في ظل الساعات يعني لم تغب الشمس بعد وما زلنا في ساعات النهار لذلك لبما بدأ الإقبال منذ قليل على هذا المطاعم من خلفي نرى لفتات الخاصة بمبادرة كلنا واحد معلقة على أبواب المطاعم على أبواب المول على أبواب محل تجارة الجملة والسلع الغذائية لنؤكد أن هذه التخفضات متواجدة بالفعل يتم الإشهار والإعلان عن هذه التخفضات ليستطيع المواطن أن يعرف السعر حتى قبل أن يقوم بإما شراء الوجبة الغذائية الخاصة به أو حتى السلع المختلفة هناك أيضا يعني الوزارة وزارة الداخلية تؤكد بالمرور على هذه الأماكن للتأكد من تطبيق هذه النسبة الخاصة بالتخفضات للوصول للمواطنين نرى العائلات تتحرك معهم أطفالهم بشكل عام احتفالا بذكرى 30 يونيو هي في حقيقة الأمر ليست مجرد ذكرى احتفالية ولكن كما ذكرنا هي الهدف منها دائما هو التفكير بأهمية الاهتمام بالمواطن المصري هذه المبادرة تخفيف ورفع الضغط عن كاهل المواطن المصري هذه نقطة من النقاط هناك أيضا عدد آخر على الطريق الطويل للساحل الشمالي بداية من بوابات اسكندرية بوصولا لبوابات الحمام إذن كريم أجواء الاحتفال بذكرى 30 نعم كريم أجواء احتفال ذكرى 30 يونيو تتوائم مع أجواء الاحتفال بعيد الأطحى المبارك أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مباشرة من الساحل الشمالي كنت معا